ازيك حبيب عاملين ايه وحاشتوني جدا والنهاردة نكملين مع بعض احداث مسلسل لعبتهم من لايه ان فريدة بتستقبل قديم وتروح على طول وتكون متوترة وعايزة تتصل بسلطان وكمان المفروض ان سامة هتجي دلوقتي بينما بعد كده سامة بتخلص شغلها وبتروح علشان تقبل فريدة لكنها بتقول للرامي ان هي خلصت شغلها وعايزة تمشي قليها تفضلي جات تروح على الأسانسير كان بيستنيها مالتهم يركبوا مع بعض علشان يتكلموا لكن برضو داني كان حاشر نفسه قصده بعد يتكلم ويرغي كتير معرفوش طبعا يتكلموا خالص سوا كان عايز ان هو يكون لقودة لوحده ومالك قال له حاشوف الموضوع ده ومقدرش ان هو يتكلم مع سامة كالعادة اي حاجة بتحصل علشان ما تخلهمش يعني يتكلموا عن مشاعرهم سوا مع بعض بعد كده مالك بيقول لسامة ان هو مقصود بها كتير وانه عايز يبصها في نص الشارع قالتوا زي ما عملت قبل كده اول ما شفنا بعض في المطعم لكن المراضي مش هضربك بينهم رومانسية وقالت لها كمان بتعمل اي دلوقتي قالت ان هي حتروح دلوقتي بشوار قبل ما تروح على البيت وطبعا كانت عايزة تروح لفريدة مالك طبعا ما يعرفش بالخطة اللي بينهم سلطان قاعد بيتكلم مع رامي بخصوص موضوع الرحلة وان هي حتكون فرصة جميلة جدا ان رامي يقدر يعبر عن مشاعره للسامة لانه بيحبها بجد ومش قادر يسكت اكتر من كده فقال سلطان ان دي ممكن تكون فرصة كويسة ليا اني اقول كل مشاعري لسامة سلطان قال لي طيب افرد ان هي رفضتك قاله ماله بس هكون طبعا مأهور لكن برضو اكون ارتحت بدل ما انا متعلق كده على الفاضي سلطان قال له خلاص تمام فكرة كويسة يعني في الرحلة هنكون فكين وحيكون الجو كويس فبتتكلم معها مفيش اي مشكلة انا كمان هروه عشان خاطر ازبط الرحلة واخد رأي الناس وحمسهم اكتر بزيادة يعني طبعا الرحلة دي عاملها سلطان بتكفل بكل يعني التنظيم اللي فيها فكان مبسوط كتير سنين بتتكلم مع عبدو وبتقوله ان هي خلاص رجعت على الشغل وانه ما تحيله عليها لكن رجعت بعد كده قالت ان هي كدابة وان هي اضطرت تعتذر لسامة علشان خاطر يرجعها على الشركة وان هي غلطت في سامة وطبعا عبدو كان متاق كتير لان سامة برضو يعني جارته قالت له ان هي اعتذرت لها عبدو بيقول لها ان هي يعني فشلة في حياتها والمفروض ان هي تبطل عنده وتغير شوية من حياتها علشان تعيش مع بسوطة طبعا زي ما بقول ممكن ما يجيبوش اصلا قصة سرين وعبدو خالص عبدو كان موصلها اصلا على الشركة بينما بعد كده فريدة قادر بتتكلم مع دي وبتتكلم عن الاصر وبقول انا عارف انك اندي طبعا همك الاصر في المرتبة الاولى عادت ترغي في اي كلام علشان تضيع وقت مستنيا المفروض ان السلطان ييجي سلطان كان موجود مع سامة في العربية كانوا بيتكلموا عن فريدة وكمان تصرفات هونية دايما بتتحكم فيهم بعد كده بدأ ان هم يتكلموا عن مالك كانت عايزة تعرف اكتر عن علاقته بجده قديم لكن طبعا قادرة السلطان ممكن ما تقوليش يعني لو الموضوع خاص قال لأ طبعا انت خلاص بقيت من العيلة فلازم تعرفي كل حاجة قاعدوا كده في مكان وقاعد يحكي لها عن الموضوع وان الجد اديب كان عنده ولد والولد ده اصر ان هو يتجاوز من بنت البنت دي كانت اقل في المستوى الاجتماعي يعني كانوا فوق را ما عندهمش فلوس كتير علشان كده اديب ما كانش موفق ابدا على الجوازة دي لكن ابو مالك اصر على الجواز منها جاوز بالفعل وجابه مالك لكن بعد سنوات بسيطة الست دي كان عندها سرطان وماتت اللي هي ام مالك ومالك كان لوحده برضو بعدها فترة بسيطة ابو مات فبقى الوحيد خالص وجده طبعا ما كانش بيسأل فيه علشان خاطر هو ابن الست دي اللي ما كانش موفق على الجواز ابنه منها علشان كده مالك كان بتجفل بنفسه وبعد امه ما ماتت وابو كمان وراح وعيش عند المعلم فيصل واعلمه اصول الشغل في الجنادر يعني وعلمه اصول الشغلانة دي اتعلمها كويس ويكمن كامل تعليمه واعتمد على نفسه بفلوس اللي كان سايبها له ابو وقدر ان هو يكون عنده شركة وطبعا علشان كده دايما اديب بيكون بعيد عنه ولحد دلوقتي العلاقة بينه ما راجعتش زي الاول حكالها كل حاجة وطبعا كان صعبان عليها مالك ان هو تربى وحيد قالت على اقل انا برضو جديتي ربتني لكن هو تربى وحيد خالص من غير اي حد حتى جيده تخلى عنه مالك كان قاعد بيرسم وبيشتغل في المكتب بتاعه وبينما بتوصل سماء وسلطان على البيت وبتسلم على اديب وبتبوس ايده وبتعمله معاملة كويسة طبعا بعفوية يعني وطبعا بعد كده بتوعه تتكلم مع اديب وبتتهمه ان هو مأثر في حق مالك وانه ما يعرفش انه عنده حفيد يعني غير دلوقتي طبعا فريد جاءت محرجة كتير وبتقول لها سكوتي خالص وبتقفل في الموضوع لكن اديب كان مصري اسمع سماء سماء تقريبا كده هزايته انه هو كتش مهتم ابدا بمالك طول السنين دي وانه جايد الوقت يقول حفيدي وقال لها خلاص يعني اعمل ايدي الوقتي فريد ايد طبعا اكيد مش تاخد نصيح من البنت الصغيرة دي قال لها سكوتي انتي افريدة وقوميها منينا اي حاجة نشربها انا عايز اتكلم مع البنت كلامها كله بجد فعلا وصح انا غلطت كتير في حق حفيدي ولازم فانا اعوضه ونصيحته سماء انه هو يتقرب من حفيده مرة تانية وبعد كده اديب طلب من فريدة مشروب لكنها ما كانتش عايزة تقوم سماء قامت على طول وجابت المشروب اديب كان موسوط جدا بالبنت وشافها كويسة ومناسبة المالك فريدة قالت انها هتعجبك وقال دي ان هي كويسة وبتساعد ومحترمة جدا ومتربية بينما زيت بيدبر لي يعني موضوع عرض الجواز على لي وطبعا كان مجاهز المفاجأة دي وخلى الناس يعني يعملوا المفاجأة دي في معاد معين سنة بعد كده بتتكلم مع جدتها وجدتها بتجيب لها سيرة موضوع الراجل اللي جي هنا له مالك طبعا كان حلو كده بيجنوا اشغل معاك في الشركة العلاقة لبينكو قالت مفيش بينا علاقة قالت لها شكل كده بتبصي لرامي رامي برضو غاني وصاحب شركة وكمان حل قالت لها جدتي الكلام ده طبعا لأ احب رامي انتي بتتكلمي في إيه طبعا قالت لها خلاص يبقى بتحب الوادي التاني الحلو والاسم مالك قالت لها لأ طبعا جدتي في إيه المواضيع اللي الجريمة انتي بتحكي فيها دي اتحرجت كتير وقامت على طول فتحت الباب لليين ويلين بتقول لها ان اخوك عايزني وانا مش عارفة هو عايزني في إيه بالضبط لكن من الواضح ان فيه موضوع مهم وانا قال لانا جدا المفروض ان انا روح لدرواتي وقال انا مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل قالت لها اخويا يعني حيعمل ايه عادي ما تلاقيش موضوع حيعدي لين روحت على طول علشان تقابل زيد وقال لها ان هو بيعرض عليها الجواز وعمل لها كمان مفاجأة والعاب نارية وكانت ممسوطة كتير وافقت على صالب الجواز وحضنه بعض وكانت سعيدة كتير بعرض الجواز ده وان كل ده عملوا زيد على شنها بينما ملاي بعد كده هاني كان قاعد بيتكلم مع داليا في موضوع الرحلة وكان عادها الزئيت وطمام بيحبها من طرف واحد داني بيروح بتكلم مع فريدة وبقولوا احسن ان احنا مش هنروح الرحلة دي مش حابين اصلا نكون موجودين معاهم وبيطلبوا بعد كده اكل كالعادة من سيتي لكن بعد كده داني بيقول لها المفروض نروح علشان نكون على دراية بكل اللي بيحصل قالت له لا مش حابة اكون موجودة هناك قالوا خلاص والسيرين بيتركب العربية مع عبدو علشان برضو حيروحوا الرحلة سوا ملك كان مستني السمع علشان ياخدها وطبعا وقصرا بيسق بنفسه علشان خاطر سمع معاه يقدروا يتكلموا برحتهم لكن الاسف برضو في حاجة فرقت بينهم هو ان رامي جيه واخد سمع في عربيته بيعتبرها المساعدة بتاعته وقعد يتكلم معها طول السكة فان الرحلة دي حتكون حلوة جدا سلطان مبسوط جدا مع البنات في العربية وكمان سيرين كانت قاعدة بتتكلم مع عبدو في العربية وملك بيكون متضايق جتير وبيوصلوا وبيوزعوا الغرف كل اتنين بياخدوا غرفة مع عدة مالك ورامي كل واحد منهم بياخدوا غرفة غرفة سمع بتكون مع نانسي وبتكون مش طيقاها وبعد كده داني قاعد بيتكلم مع فريدة فريدة بتعرف من داني ان رامي كان لابس اسوار عليه كلمة دريم وطبعا الاسوار دي اصلا كانت موجودة مع سمع فبتعرف ان ممكن يكون في علاقة بين رامي وبين سمع علشان كده بتقول اللي دي سهد مقوية ليه وقالت لداني ين لازم نكون موجودين هناك في الرحلة يلا بينا بسرعة عشان نلحقهم وقاموا بسرعة من على الاكل علشان خاطر يروحوا سلطان بيروح وبيقول لمالك يلا بينا علشان خاطر معادي الاكل وانا مزبط كل حاجة ومنظمها ما تبغزلش شغلي وبتروح بعد كده سمع علشان تتكلم مع مالك وبتقول لني اضطرت تركب مع رامي طبع غصبة عنها نكتفي بازال قادر ان شاء الله نكامل في فيديو تاني اتمنى الفيديو كنا نعجبك وتشتركوا في القناة باي باي اتمنى الفيديو كنا نعجبك وتشتركوا في القناة